أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس القمة العربية الإسلامية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ حسين إبراهيم طه أصحاب المعالي والسعادة اسمحوا لي في البداية نتقدم بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العجيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الاستضافة الكريمة لهذه القمة ولمواقفهم الثابتة إلى جانب قضايا الأمة والدفاع عن هويتها وأمنها القومي أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسيدات والسادة تؤكد الوقاعة التي تهز منطقتنا منذ أسابيع أن فلسطين ما تزال وستظل هي قلب وجوهر البلدان العربي والإسلامي ومحور أمنه القومي وقد تجلى ذلك في الموقف العربي الرسمي بما فيه هذه القمة الطارئة التي تؤكد أننا ما زلنا متحدين شعوبا وحكومات دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتلبية حقوقه المشروعة وفي طليعتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفي كل اختبار تجد إسرائيل ذات الموقف العربي والإسلامي المقاوم للاحتلال والوحدة والتضامن الشعبي العارم كما كان أول مرة وها هي اليوم تواجه من خلال هذه القمة نفس الرسالة الواضحة التي تؤكد عدالة القضية الفلسطينية والدعم المطلق لها ولمنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس وحكومته كممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني وتعزيز الجهود الجماعية والمتعددة الأطراف من أجل وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وحماية المدنيين المحاصرين وتمكينهم من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إن ما يحدث في فلسطين اليوم هو نتيجة متوقعة عندما يتم تجاه القوة الحق لمصلحة حق القوة وعند رفض جميع مبادرات السلام ولجوء الاحتلال المستند على فائض القوة إلى فرض سياسات الأمر الواقع وعندما يتخاذل المجتمع الدولي عن دوره الأخلاقي والقانوني والسياسي في حل القضايا العادلة وفي المقدمة القضية الفلسطينية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الأخوة والأخوات على سلطة الاحتلال الإسرائيلي أن تدرك أن الدولة ذات السيادة هي مصير حتمي لنضال الشعب الفلسطيني كما أن عليها أن تدرك بوضوح مؤازرتنا الجماعية لهذا الحق المشروع وتمسكنا باللاعات العربية والإسلامية المعلنة خلال هذه الأزمة لا لتصفية القضية الفلسطينية لا للتهجير القسري لا للتهديد لمصالح شعوبنا وأمن منطقتنا تحت أي ظرف إن كان كما أنه ينبغي أن يكون من أولويات أهداف هذه القمة الرفيعة المستوى العمل مع المجتمع الدولي والشعوب المحبة سالسلام على دعم حلول جذرية للمأساة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وعدم الركون إلى مقاربات تخديرية أو جزئية مرهون تنفيذها بحل في علم الغيب وإنما بتصفية أسباب العنف واستدامة الاستقرار والسلام والرخى لشعوب المنطقة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إن الطريق الأمثل إلى نصرة الشعب الفلسطيني يتطلب أن نكون على موقف واحد وكلمة سواء وتقوية دولنا الوطنية وأمننا القومي وإنهاء خلافاتنا البينية والحروب والنزاعات المسلحة لذلك نحن من جانبنا في مجلس القيادة الرئاسي ندعو الميليشيات الحوثية إلى إثبات قديتها إزاء مساعي السلام وإنهاء حصار المدن والتوقف عن زرع للغام المحرمة دولياً واستهداف المدنيين يومياً بالصواريخ والطائرات الانتحارية والتعاطي المسؤول مع خارطة الطريق المطروحة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية الشاملة التي تحفظ لليمن هويته ومكانته وتعيده إلى محيطه العربي والإسلامي أكثر قوةً في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتعزيز الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته